الملك المفدى السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع الماليزي رئيس بعثة الشرف وعددا من قادة الأسلحة بالجيش الماليزي وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك المفدى لماليزيا ورحب جلالة الملك المفدى بوزير الدفاع وقادة الجيش الماليزي وأعرب عن تطلع مملكة البحرين لتوطيد أواصر التعاون المشترك وتطويره مع ماليزيا في المجالات الدفاعية والعسكرية وتبادل الخبرات لما لها من دور مهم في تعزيز روابط الصداقة الوطيدة والمتنامية بين البلدين وتطرق جلالته خلال اللقاء إلى زيارته الحالية لماليزيا معربا حفظه الله عن تطلعه في أن تسهم في توسيع أفاق التعاون مع هذه الدولة المسلمة الشقيقة على كافة المستويات ولسيما في الشؤون العسكرية ومجالات التدريب بما يعود بالخير والمنفع على البلدين وأشهد جلالته بالدور المهم الذي تطلع به ماليزيا وإسهاماتها الإيجابية في خدمة الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وتعاونها الوثيق في إطار التحالف الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف كما جرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات المستجدة في المنطقة والأحداث الإقليمية والدولية وعدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك من جانبه أشهد وزير الدفاع الماليزي بالزيارة الناجحة التي يقوم بها جلالة الملك لماليزيا والتي تعكس تنامي وتطور علاقات البلدين الشقيقين على الصعود كافة معربا عن شكره وتقديره لجلالة الملك على حرص جلالته على توثيق هذه العلاقات خاصة في المجال العسكري والدفاعي